السلام عليكم ورحمة الله أنا حسنا ربا يحييكم من جديد لنأخذ مثال آخر عن الـ User Cases لنأخذ الآن تصميم ATM Machine ATM Machine هي المكينة التي توجد في الشارع أي تستطيع أن تسحب أو تودع المال منها إذن ما هي العملية التي متوقعا يقيمها الـ User مع هذه المشين أما أن يسحب money أو يودع money أو cheek balance يعني يتحقق من حسابه فهذه الأعمالات أن أتوقع أن يقيمها مع هذه الـ ATM Machine ATM Machine هو عبارة عن سيستم يوجد منصب في هذه الـ ATM إذن ما هي الآلات الأخرى التي ممكن أن تتعامل مع هذه الـ ATM أكيد هناك آلات تتعامل مع الـ ATM هذه الآلة تعطيك المال والآلة التي تأخذ منك المال إذن لا بد أن يوجد آلة على هذه المثال هذه الآلة التي يسمونها التي تمكنك من سحب المال هذه تعطيك المال هو بالعكس أو هناك آلة أخرى تتعامل مع النظام إيش اسمها اسمها هذه إيش هذه تلتقط المال الذي أنت أدخلته في المشين ما هي العملات الأخرى توقع أن تتم فيه داخل هذه المشين كآلة أنت عندما تسحب تودع تعمل شكل البالانس الخاص بك لا بد أن هناك من أعمل تحقق من الحساب مالك يعني verification عندما تغير الفيزا الخاصة بك أتأكد أن هذه المعلومات الفيزا التي أدخلتها أنت صحيحة فلا بد أن يقوم السيستم بعملية authentication يجب أن أعملية التحقق لكن هذه عملية التحقق ليست مفردة يعني لها ليست user case معتمدة على نفسها ممكن أن تتم لوحدها هي تعتمد على تتم داخل البقية إذن هذه هذه كuser case تحتوي إيش على authentication وهذه يعني include تكون بهذا الشكل ونفس الحالة بالنسبة للdeposit وغيرها من العمليات كلها include كلها تتضمن include تضمن عملية التحقق يعني أنا ما خليك تودع وتسحب دون ما تحقق من حسابك include إذن هذه العمليات الثلاثة التي يقوم الشخص به النظام ممكن هو يسحب أو يودع أو يتحقق من البلانس الخاص به في نفس الوقت هناك عملية التحقق من المعلومات ونظر من هم أشخاص الذين يتعاملون مع النظام هو الشخص الإنسان وآلة يتعطي الفلوس والآلة يتسحب الفلوس في حين النظام موجد في داخله هذه العمليات إذن هذا هو أبسط مثال عن user cases موسيقى